اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادارة الادات مهارة التخطيط الشخصي ثم مهارة ادارة الوقت هاد المحاور هم تتجلى فيهم الحياة ديال الانسان من خلال ادوار الحياتي اللي تعيشها الدور الايماني والدور الداتي والدور الشخصي والدور العائلي او الدور الاسري وكذلك الدور الاجتماعي والدور المهني والضور المالي هذ الأدوار نحن كناس بطبيعة الحال تنعيشوها كان الأدوار التي تنعيشوها firm وكان الأدوار التي تختالف من واحد لواحد كالضور المهني أو الدور المالي هذو أدوار كل واحد كيف تيعيشهم ولكن نحن مستشتركين في عدة أدوار مثلا الضور الإيماني والضور ذاتي والشخصي والضور الأساري هذا كلهم تنعيشهم نحن درنا هذا الدورة لبناء شخصية متكاملة يعني هو بناء شخصية متوازنة متكاملة يعني في جميع الأدوار الحياة دياله التي تعيش كنت صحفي أو كنت دكتور ولكن رأي عندك نقاط ضعف مجال آخر نحن جينا هنا باش نصحوه ما صار ديال كل إنسان يعرف اشنا هي هو مشاعر دياله القدرات دياله الإمكانيات دياله حتى الأوقات دياله كيفاش يستغلها تاني حاجة اكتشاف مكامن نقطة القوة ونقطة الضعف لديه ثم الفرص المتاحة والتهديدات اللي غدي تهديدو في المستقبل باش يتحداها وشكرا اشتركوا في القناة